كل واحد فينا بيحلم يكون أب ويمشي يتباه بولاده بس الواجهع انك تكبر وتلاقي ابنك سايبك في مكان زي ده وتلاقي نفسك لوحدك من غير سند ولا ظهر بصوا معايا فوق كده هتعرفوا اننا النهاردة جايين نبوس ايدين اهلنا ونقولهم حقكم علينا لحنا اسفين احنا جنبكم وده اقل حق اليكم علينا ابو صحابتك بقى ده الريسيبشن اللي بيبقى موجود فيه المسنين لما بيخرجوا من غرفهم يعيما بيعودوا هنا يعيما بيعودوا في البرتشن التاني دوتا تتفضل ان اوضعه لك زي ما قلتو الحضارك ده المكان احنا مجاهزينه لامنا وابونا في الصيف ساعة ما نكون بالمضف جوا بيعودوا فيه في الصيف ممكن يعودوا فيه يفطروا اه اللي عايز منهم يغير جوا عايز يقرا في المصحف عايز يسمع الراديو بتاعه المكان ده احنا جاهزنا هولهم الاستخدام دوتا يعني هو هنا بيطلعوا لو في الصيف بيطلعوا كده زي فسحة كده اه اه زي فسحة كده اه اه وفي الشتاء بيبقى ايه بردو رو عشان يشوفوا بس الشارع ويشوفوا الدنيا اللي هو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عندي حالة هي مقعدة نصات تحتيني ما بتحركش وعندها رموطوية في قديل عندها ابن وحيد الابن دوت قد والدته من عندي هنا بعد ما قعدت معاه حوالي سنتين تزوج خدها قعدت في شاقتها اللي هو بيحاول يبيقى الشاقة عشان يستثمر فلوسة انا جبتها من عنده من عشر تيام للأسف الشديد الام محروقة بالمكوى على خدها خدها كله متدمر جسمها كله الافورة ضربة فيه وقرح الفراش مبهدلة طبعا احنا ممنوعين منعا باتة من استقبال التبرعات النقدية التبرعات النقدية بتبقى من خلال مقر الجماعية الرئيسي لكن من حقي ان استقبل التبرعات العينيه انني عبدو انا كمؤسس السكي الماء لو حاببا ان انا ابرع للدار هن стран مابيجيبش فلوس نادي لأ انا ببدأ اجيب الفلوس المتبرعات الدهاني انا ببدأ حولها لحاجات عينية او الاحتياجات اللي انتوا محتاجيننها وابدء اجيبها لكم طب اقول لي كده ايهوي الاحتياجات او ايه الي حاجات اللي انتوا اصلا محتاجينها بالمؤسسة اوة الاحتياجات الحالية في ظل الصروف اللي فيها البالت أدوات ومواد التعقيد بما فيها الكحليات وأدوات المضافة والمناجين الورقية والويبس والكلمات تيجي بعدها في المرحلة التانية المواد الرزائية وأهم من الاتنين دول زيارة الناس الطيبة يعوضوا الناس ديت عن حتة صعبة اللي احنا نقولها المال الأباء الأبناء في زيارة والدين اشتركوا في القناة